موسيقى برحبا حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو النهاردة حابة أتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا يمكن في الفترة الأخيرة الصحف والمجليات والميديا كلها اتكلمت عنه وحبنا نحن كمان النهاردة نتكلم عنه وهو مرض الهيموفاليا مرض الهيموفاليا ده هو مرض نصف الدم وهو بيكون مرض وراسي وطبعا للأسف أنه هو بيسبب عاقة حرقية عند الأطفال لو ما تعليقش كويس أو كان فيه اهتمام من الأسرة أنه هم ما يحاولوا يشوف الأدوية المناسبة للمرض وطبعا المرض ده المفروض أنه هو العلاج بتاعها غالي جدا علشان كده طبعا الدولة أكيد بتتحمل يعني مصرفات كتير أنه هي في التأمين الصحي وكمان فيه جمعية أصدقاء مرض الهيموفاليا فنفس الوقت برضو هي بتساهم في الدواء أو العلاج اللي هو بيكون متوفر للأطفال وحتى لما بيكبروا برضو بتسندهم وبتكون سند ليهم وعوني ليهم لأنه فعلا العلاج غالي جدا ومكلف جدا على الدولة كمان فطبعا حبينا النهاردة نفهم يعني إيه مرض الهيموفاليا ويكون معانا الأستاذ الدكتورة سونيا حبيب أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومي للبحوث وسكرتين عام جمعية أصدقاء مرض الهيموفاليا وحنعرف معاها أكتر عن موضوع الهيموفاليا ونرحب بها مع حضرتكم برحب حضرتك الدكتور الدكتور حبينا نعرف من حضرتك إيه هو مرض الهيموفاليا وإزاي ننشخصه هو حضرتك أمراض النسف دي فيه منها بيبقى مكتسب أو وراثية فيه أنواع كتيرة جدا ودي بتنتج لنقص عامل من عوامل التجلط نقص وراثي في تكوين عامل من عوامل التجلط أشهرهم طبعا الهيموفاليا إحنا عندنا نعيد من الهيموفاليا هيموفاليا ألف وهيموفاليا بيه هيموفاليا ألف بتبقى نتيجة لنقص عامل تمانية هيموفاليا بيه نقص عامل تسعة وده بيبقى الأعراض بتظهر على الطفل من بداية عمره فيني كامي يعني دكتور لا ممكن من الولادة يعني ممكن إذا تعرض لأي إصابة وقت الولادة أو تعرض على إصابة في وقت السنة الأولى أو ما بعدها بنكتشف وإحنا غالبا بيكتشف المرض بالنسبة لمجتمعنا أثناء إجراء عملية الختام ده بالنسبة للذكور أما الناس يكتشف المرض هو حضرتك إحنا الهيموفاليا هي بتظهر الأعراض عند الزكور ونسبة حدوثه واحد لكل خمس تلاف مولود ذاكر أو يعني بنقول إن هو واحد لكل عشر تلاف من التعداد بيكون ممكن عنده احتمال إصابة بالهيموفاليا فبيظهر في بداية المراحل دي طبعا أول حاجة ممكن إن هو يظهر فيها لما يبقى مضطر لإجراء أي عملية وأول عملية ممكن بيجريها هي عملية الختام فبيظهر عندي أو ممكن في البدايات إن الأم بتلاحظ إن مثلا وهي بتغير له وجود بوقع زرقاء مثلا عنده فبتبتدي تاخد بالها أو لو الطفل مثلا ابتدى إن هو يتحرك أو يحبو أو كده بديبتدي يظهر علامات زرقاء تبتدي تعرف إن فيه عندي مشكلة فيه مشكلة لازم طبعا ساعتها تلجأ على طول ما تتأخرش أو تقول عادي لازم تلجأ على طول لطبيب الأطفال المتخصص وهو طبيب الأطفال بيجري بعض الأبحاث ولما هي تحليل السيولة ولازم بعد كده يحول لطبيب متخصص أمراض دم في الأطفال هل دكتور شي فرق بين الهيموفاليا وبين اللي هي مثلا أمراض الدم زي السيولة وكده؟ ما هو فيه زي ما قلت لحضرتك الهيموفاليا سيولة دم وراسية وفيه أمراض سيولة تانية بتظهر في سن متقدم ممكن نتيجة لأي مرض وده بيبقى عرض سنوي دي أو إنه بياخد أدوية بتسبب سيولة لازم أفرق بين أمراض الدم الوراثية ودي طبعا بتجرى بعض الأبحاث الطبية بنعرف نشخص بيها الأمراض دي يعني يا دكتور بالنسبة لسيولة أي أم مثلا ابنها اتجرح أو اتخبط وحصله نزف هل لازم يحصل تجلط على طول؟ لو لقيت إن فيه مدة طويلة والجرح ده والإصابة دي مش بتخفه وبتنزف تبتدي تحس إن فيه مشكلة ما نتأخرش عليه علشان كل ما بعالج النزيف في وقت مبكر كل ما بيكون أحسن فلازم طبعا على طول تلجأ للطبيب بتاعها وتقول له أنا ملاحظة إن فيه سيولة زيدة عند ابنها وهو إحنا زي ما قلنا إن هو دي بيبقى غالبا الأمراض النسبة دي بتبقى وراسية يعني ممكن بناخدها بالذات الهيموفيليا هي بتبقى الأمة حاملة للمرض وممكن بتنقلوا لأبنائها الزكور أو إن فيه بعض الحالات ما بيبقاش فيه وراسة خالص يعني ما بيبقاش فيه تاريخ مرضي في العائلة وبيحصل 30% من الحالات نتيجة لتفرز جينية في وقت تكوين الجنين طيب يا دكتور إزاي الأم بقى تكتشف إن ابنها عنده مرض الهيموفيليا وممكن هو ما يكونش مثلا اتخبط أو اتصب بأي جرح أو حاجة إزاي تقدر تكتشف؟ هو طبعا فيه حالات بتبقى هي حسب النسبة بتاعة عامل التجلط ده في الجسم إحنا عندنا الهيموفيليا يعني بتنقسم لثلاث أنواع فيه عندي هيموفيليا شديدة وده نسبة العامل بتبقى أقل من واحد في المية ده عنده حاجة اسمها نسفة القائمة يعني ممكن بدون إصابة بدون أي حاجة ممكن يحصل عنده نزيف تبتدي تتكون عنده في أي أماكن وطبعا أكثرها بيبقى في المصفاصل ممكن في العضلات يعني نزيف داخلي ولا خارجي؟ نزيف داخلي أو خارجي ممكن يحصل نزيف تلقائي عنده يعني ممكن يبقى الولد كويس أو يسحى الصبح تقول أنا شايفة إن فيه المفصل عنده وارد لكن ما فيش دم مثلا بلد بينزل أو حاجة ممكن يحصل نزيف مثلا من اللسة نزيف بققه في الفن لكن الجلد لا استحالة لما يكون في جرح ممكن بقى إن هو يظهر كدمات عنده من أي ضغط خفيف من أي حاجة تتكعلي ده اللي هو الهيموفيليا الشديدة فيه هيموفيليا متوسطة ده بعض الحالات بتظهر عندها ده بيبقى نسبة العامل عنده بتبقى من واحد لخمسة في المية ده بيبقى ممكن إن هو لو أصيب أو في بعض الحالات منهم ممكن يحصل نزيف تلقائي الحالات بقى تانية اللي هو الهيموفيليا البسيطة بتبقى من خمسين لأربعين في المية وده ما بيحصلش عنده إلا إذا تعرض لحدثة أو لإصابة أو داخل إنه يعمل عملية في الحالة دي بتبتدي تظهر عليه إنه هو فعلا عنده سيولة هل يا دكتور طفل الهيموفيليا بيصنف من ضمن الطفل زوج الإحتاجات الخاصة؟ بالفعل هو نتيجة ممكن للنزيف المتكرر فيبتدي يحصل عندنا نزيف في المفاصل لو إحنا ما أخدناش بالنا والدينالو العلاج بسرعة واخدنا بالنا إن هو طبعا بعد كده بيحتاج علاق طبيعي ويحتاج متابعة دقيقة ويحتاج إن إحنا أديله أبرده نمشي على نزام مقائي ممكن يحصل إن المفاصل اللي حصل فيها النزيف المتكرر دي قد يحدث فيها تيبس وإعاقة حركية وطبعا علشان كده عندنا عدد من المرضى عندهم إعاقة حركية والحقيقة بنشكر الدولة جدا وبنشكر منظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب والوزارات المعنية للتضامن والصحة إن هو فعلا المرضى أصبحوا بيشملهم قرار اللي هو القانون عشرة لزوي الإحتياجات الخاصة اللي موجود في سنة 2018 وبقوا أصبحوا بحكم وبموجة بالدستور بتشملهم رعاية خاصة ضمن الإحتياجات الخاصة يعني هم لهم كرنيهات يا دكتور مونز الطفولة هو يفلم إحنا كرنيهات أعاقة بالضبط إحنا لما بناخد بيجو المريض بيتشخص إحنا الجمعية عندنا بتساعد في التشخيص وبيتسجل عندنا المريض حسب تشخيصه بياخد كرنيه موجود فيه إيه الفاكتور النقص نثبته في وقت النزيف ياخد إيه وبرقمه القومي بموجب هذا الكرنيه بيقدر يتوجه لوزارة التضامن وبنجي له برضو تقرير برقم القانون وبياخد التقرير بتاعنا ومرفق بيه البطاقة العلاجية بتاعتنا بيروح يتوجه لوزارة التضامن وبياخد كمين زوج الإحتياجات الخاصة دكتور إيه هي المضاعفات المصاحبة لمرض الهيموفوليا عند الأطفال؟ وكمان إيه هي الاعاقة اللي ممكن تتسبب بسبب الهيموفوليا؟ زي ما قلت لحضرتك أن هو ممكن بيحصل عنده نزيف تلقائي في المفاصل وفي الأماكن الحيوية يعني فممكن نتيجة تكرار النزيف في المفصل بيعمل التهاب مزمن داخل هذا المفصل يبتدي يحصل عنده زي ما إحنا شايفين كده إن فيه عندنا أصبح المفصل الفضخم هنا ده مفصل هو الإيد وابتدى يحصل عنده تدخم في المفصل ويبتدي تشوه ده نتيجة نزيف داخلي تكرار النزيف الداخلي وعدم يعني وعدم العلاج ده دكتور مفصل إيه؟ ده مفصل الرجبة وزي ما إحنا شايفين إنه هو ابتدى يبقى الحالة مزمنة ابتدى يبقى عندي صعوبة في الحرفة ابتدت العضلات ده مفصل لطفل ده يا دكتور أيها ابتدى يحصل إن العضلات نفسها ابتدى يحصل فيها طبعا دموز وفي الحالة دي طبعا بتسبب إعاقة حركية يعني ملهاش علاج الحالة هو الحالات دي بينفع معنا جدا طبعا العلاج الطبيعي عشان أقوي العضلات يعني ممكن العلاج الطبيعي يرجع المفصل طيب؟ مش هيرجع بالصورة الأولية إنما أنا المهمة عندي إن أنا أحاول أرجع إن المفصل أرجع له ولو نسبة بسيطة من الوظيفة بتاعته أقوي العضلات الضميرة لكن طبعا اللي حصل فيها دي المفصل بالمنظر ده دكتور يعوق عن المشي يعوق الطفلة عن المشي طبعا بيكون فيه مشكلة في الحركة يعني بيبقى المفصل مش واخد كل المدى بتاع حركته الطبيعية دكتور حضرتك تحب تقولي إيه تحب تقولي إيه لأي أم عندها هيموفيلية لو فينا صائح ممكن تعملها عشان تلحق الولد قبل ما يجيه عاقة حركية هو حضرتك أول ما بيتشخص الطفل الأم لازم بتبحث عن أقرب مركز علاجي له والحمد لله إن التأمين الصحي دلوقتي بيغطي كل الأطفال من سن الولادة لحد سن ما ينتهي المدرسة اللي طبعا بعد كده اللي ما عندوش مش متغطي بالتأمين بيستخرج قرارات علاج على نفقة الدولة لأن العلاج طبعا مكلف جدا فالأم لازم تتوجه لأقرب مركز علاجي وتبقى في متابعة دائمة معاه وكثير دلوقتي دايما من المراكز العلاجية دي الحمد لله إن إحنا برضو بنحاول إنه نبتدي ندي العلاج الوقائي لأنه زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج العلاج الوقائي إنه أنا أدي الطفل جرعات منتظمة من الفاكتور بحيث إنه لو تعرض لإصابة ما يبقاش النزيف بيتول معاه وأحاول أقلل التأثير من النزيف الشديد وبرضو إذا حصل نزيف في أي وقت لازم الأم تسرع به للمركز العلاجي عشان كل ما أنا إديت العلاج في أسرع وقت ممكن إنه أنا أتفادى حدوث المضاعفات والتأثير السيء على المحصر الدكتور الجمعية بتقدم إيه لمرض الهيموفيلية بالنسبة للأطفال إحنا الجمعية بتاعتنا الحقيقة مشهرة من سنة 1971 من أقدم جماعيات في الشرق الأوسط وإحنا عضو في الاتحاد العالمي للهيموفيلية إحنا عندنا نغبة مجلس الإدارة بتكون من الأطباء المختصين وعلى دراية كبيرة بأمراض النسف والمرضى اللي هم الفاعلين واللي بعيدين يخدموا زملائهم إحنا بنقوم بمساعدة في التشخيص الأمراض بنستخرج الكرنيه اللي هو البطاقة الإسعافية العلاجية اللي بندها لهم بنساعدهم في أن احنا بنديهم القرارات اللي بقدروا يتوجهوا بيها لكل الجهات الحكومية بنتواصل مع كل الجهات الحكومية واللي بيكونوا عايزين يعني المرضى بيكون لهم طلبات فيها بنتوجه كمان بالاتصال بكل المراكز العلاجية والاشتراك معاهم في وضع خطة العلاج للمرضى بتوعنا من خلال التبرعات طبعا إحنا بنحاول إن إحنا نساعد في الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها في العمليات علشان نقدر إن إحنا نوفر العلاج في أقرب فرصة لحد ما ما نقدر إن مثلا يصل لجهة علاجه وبالحقيقة يغطينا جزء كبير من عمليات للمرضى بتوعنا برضو من خلال يعني ممكن يعملوا عمليات كمان في المفاصل إحنا لو ما توفرش العلاج بيبقى صعب قوي إن أي جراح يجري أي عملية لمريض هيموفيل بسبب خطورة النزيف طبعا فإحنا بنحاول إن إحنا نساعد في إن إحنا نغطي أو نوفر العلاج اللازم طبعا من خلال التبرعات ومن خلال في دلوقتي إحنا عندنا الاتحاد العالمي يعني ممكن يدينا بعض الأدوية كمنح لعلاج المرضى اللي ملهمش مصدر علاج وطبعا بنطلب طبعا الدولة بتدعمنا بالنسبة من جهة التأمين بتدعم بعض المرضى اللي هما مغاطين بالتأمين وفي بعض المرضى اللي مش مغاطين بالتأمين بيبقى من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة وإن كنا طبعا بنطمح في زيادة القرارات دي لأن مبلغ القرار قليل قوي ما بيكفيش ساعات مرة ناس في واحدة يعني ممكن الدولة يا دكتور ما تقدرش توفر العلاج لمريض الهيموفيلية الدولة الحقيقة زي ما احنا عارفين هو يعني هو التأمين ابتدأ إن هو بيوفر وبيبقى المريض متغطي إنما برضو تكاليف المرض كتير قوي فإحنا بنطلب تضامن يعني معانا منظمات المجتمع المدني والمجتمع كله إنه يتعاون معانا وطبعا بنطلب جدا هو زيادة المبلغ بتاع القرار هو العلاج فعلا غالي يا دكتور زي ما احنا بنسمع؟ بالزبط لأنا الحساب أنا بحسب العلاج حسب وزن المريض فكل ما المريض بيكبر كل ما تكلفة العلاج بتكبر كل ما الوزن بيزيد تكلفة العلاج بتزيد وأنا يعني عندي فاكتور تمانية بحتاج جرعتين في اليوم يعني كل 12 ساعة يعني فعني دكتور فاكتور بتوصل لألفين وشوية؟ ده ممكن ده تمن الحقنة الواحد وهو بيحتاج كم حقنة في اليوم؟ حسب الوزن حضرتك يعني هو ممكن طفل مثلا عنده عشرة سينة يحتاج كم جرعة؟ حسب برضو الوزن يعني أنا مثلا لما بيكون عندي نزيف شديد بيحتاج الـ 500 لكل عشرة كيل لو هو نزيف عادي مثلا بدي الجرعة الـ 500 اللي هي 8000 جنيه دي لكل عشرين كيلو يعني ممكن رينجي كان في الشهر التكلفة؟ حسب مرات النسف وحسب يعني هي بتتحسب حسب نوع نزيف عدد مرات النزيف في الشهر فطبعا التكلفة كبيرة يعني دكتور تحب توجيه رسالة لدر المجتمع لمساعدة مرضى الهيموفاليا المجتمع لازم يتعاون معنا لمساعدة مريض الهيموفاليا في كل مريض الهيموفاليا أولا لما بيتلقى علاجه أو بيأخذ العلاج الوقائي هو شخص سليم تماما وبيقدر يخدم مجتمعه فإحنا عايزين نساعده إنه هو لا يتأخر عن دراسته ولا يتأخر عن شغله ولا عمله فكل ما توفر العلاجه وكل ما ديناه وساعدناه إنه هو ياخد حقه كل ما يكون أحسن وإحنا عندنا مواهب كبيرة جدا وعندنا شخصيات نكحة جدا من شبابنا مشرفين ويشرفوا الحقيقة بيشرفوا مجتمعنا ويشرفوا بلدنا الحقيقة يا دكتور اللقاء مع حضرتك ممنع جدا واستفدنا كتير وبنشكرك جدا وبصراحة حلقة مميزة وإن شاء الله كلنا لقاء آخر مع حضرتك شكرا لك شكرا لك